نحاة تانية مروان عطية ايضا يحافظ على ثبات المستوى عامل اداء رائع جدا مع النادي في كل مبارات بما فيه مبارات بيرامينزامز مروان عطية هو رئة النادي الاهلي مع مرسل كولر الراجل كانه وجد ضلته في مروان عطية الاهلي كان بيعاني جدا قبل مروان عطية في مركز 6 حتى وقاليو ديانجي بيلعب لانه ما عندهش وعي كافي بالمركز دايما بيتحرك مع الكرة مروان عطية وعي جدا 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 لكل تحركاته سواء في الحالة الهجومية وحالة الاستحواز على الكرة او الحالة الدفاعية دي الخريطة الحرية للمروان عطية موجود في كل حتة في الملعب يا كريم اماكن استلم فيها كرة دي الاماكن استلم فيها كرة في كل حتة في الملعب اي لعب هيبقى معك كرة هتلاقي دايما مروان عطية بيبقى هو الحل ليه دي خريطة التمريرات بتاعة مروان عطية كل تمريرات مروان عطية والملحوظة جدا ان ما فيش تمريرات لورا كتير دايماً التمريرات ياماً الأدام ياماً تمريرات على جنب الملعب بص مرهان عطيه في الحالة الهجومية بقى تمريره بالقدم الضعيفة ليه اللي هي اليسرى الكرة توصل هاجمة خطيرة جداً جداً للنادل أهلي بفضل تمريره طولية بص كرة دي المرهان عطيه مضغوطة عليه بكام لعيبة يا كريم بص أربع لعيبة وقفين حواليه طلع بالكرة بسهولة جداً جداً يطلع يعني كرة سلسة جداً تحت الضغط وعملت فرصة خطيرة للنادل أهلي نبص الكرة دي برضو المرهان عطيه الكرة وصلته بص على دائرة السنتر كان هيودي أحمد عبدالقادر انفراده لأن الكرة تولد شوية تمريره أطع للخطوط بشكل كامل بتودي اللعب بتاعه انفراد فهو ده مرهان عطيه في الحالة الدفاعية مرهان عطيه أكتر لعب في النادل أهلي مبارح عمل تدخلات دفاعية واستعاد الاستحواز للنادل أهلي وخلينا نقول رقم مهم جداً جداً مبارحة كريم المرهان عطيه أكتر لعب في الملعب كله لمس الكرة 64 مرة في الفرقتين أكتر لعب أقرب واحد ليه كان وليد الكارتي ب46 مره بالنسبة وليد الكارتي وليد الكارتي عشان بس احنا دايما نتحدث عن آلي الفائز بس وليد الكارتي مبارح عمل مباراة كبيرة وليد الكارتي لعب ممتاز جداً 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 لعب دايماً مبارح مع بلاتي توريه وغيابه ولي كان مفاجئ للجميع وليد الكارتي هو كان مخرج برامز بالكورة من الخلف هو اللعب اللي كان دايماً موجود من وراء عشان يخرج بالكورة وكمان كان في الناحية الدفاعية لعيب قوي جداً كان بيمنع كل الهجمات المرتدة للأهلي بيجيد فيها دي كانت فرصة اللي معانا دي يا كريم فرصة هجمة مرتدة خطيرة للنادي الأهلي لو محمد هاني يجري بالكورة وليد الكارتي طلع من اللاشئ لأنه فجأة محمد هاني بيبطل الهجمة هنا وليد الكارتي جاي بص بيتحرك منين الكورة لعبة لبراهيم عادل وليد الكارتي مكمل داخل منطقة الجزاء وهو ارتكاس دفاعي فرصة خطيرة جداً جداً له لتدخل حمد فتحي وليد الكارتي في منطقة الجزاء في الضربة الركنية أخطر فرصة لبيرامز في المباراة كورة على الستة يارضة بيحط الكورة بتزديدة بالقدم اليومنا على الطاير في الستة يارضة وليد الكارتي عمل مباراة كبيرة جداً مبارح زي ما قلنا على مروان عطية أنه هو رئة النادي الأهلي ناحة تاني وليد الكارتي هو كان متنفس بيرامز في كل حاجة برضو وليد الكارتي هو أكتر لعب في بيرامز لما سكورة تاني أكتر لعب في المباراة كلها لما سكورة 46 مرة وليد الكارتي برضو عنده توازن كبير جداً جداً ما بين الناحية الدفاعية والناحية الهجومية بيختلف عن مروان عطية أنه في الناحية الهجومية بيزيد لمنطقة الجزاء ويعمل التكملة الهجومية عكس مران عطيها اللي بيوزع اللادي بشكل أكبر وبدكة أكبر لكن مران عطيها هو رئية النادي الأهلي اللي كولر لقاها وبيعتمد عليه في كل حاجة وفي كل تنظيم اللعب في الملعب ونحاة تانية وليد الكارتي هو جوكر مهم جدا جدا لباتشيكو لو بلاتي توري موجود في الملعب ممكن يلاقي وليد الكارتي ولعب بوكس تو بوكس مركز 8 بيكمل لمنطقة الجزاء ويبقى لاعب دايما بيهدد الخصب ومبارح شوفناه مرجز جديد تماما عليه حتى مع الوداد ما كانش بيلعبه إنه يبقى ارتكاس دفاعي ويقدي ده بشكل ممتاز